اشتركوا في القناة ثم ناقش المجلس تقارير اللجنة المختصة حول المشاريع بقوانين والمصاغة بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب والتي لم يفصل فيها المجلس السابق والبالغ عددها ستون مشروع بقانون وقد وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالتمسك بخمسة مشاريع قوانين إضافة بعدم التمسك بمشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون تملك مواطني دول مجلس التعاون كما وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالتمسك بأربعة مشاريع بقوانين تمسكت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بثمانية مشاريع بقوانين فيما وافق المجلس على توصية اللجنة بعدم التمسك بمشروعين هذا وقد وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات بالتمسك بستة عشر مشروع بقانون فيما وافق المجلس على توصية اللجنة بعدم التمسك بخمسة مشاريع بقوانين فيما لم يتفق المجلس مع توصية لجنة الخدمات بعدم التمسك بمشروع قانون بشأن التعليم حيث أعيد التقرير للجنة لمزيد من الدراسة وافق المجلس على توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بالتمسك بسبعة مشاريع بقوانين كما وافق المجلس على توصية اللجنة بعدم التمسك بثلاثة مشاريع بقوانين في البند الخامس من جدول أعمال الجلسة وافق المجلس على تشكيل اللجان النوعية الدائمة وهي لجنة حقوق الإنسان، لجنة الشباب والرياضة، لجنة المرأة والطفل، لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني فيما أحيلت عضويات السادة النواب في اللجان المذكورة لهيئة المكتب لمزيد من الدراسة كما وافق مجلس النواب على إحالة ثلاثة اقتراحات برغبة بصفة الاستجال للحكومة الموقرة بشأن منح تخفيض رسوم البلديات وبشأن استثناء توريدات الكهرباء والماء من تطبيق ضريبة القيمة المضافة وبشأن استئناف صرف علاوة بدل السكن للمستفدين في مشروع شرق الحد الإسكاني